فيه سؤالها الثاني مهم من الشيخ عبدالله وأنا حاولت أني أستشف منه مسألة غسل الجنابة لأنه فيه ناس كثير يلخبط هل فقط مجرد أن الدش يعني يصب عليها ما لازم يتوضى في البداية ما فيه شيء اسمه لازم فيه سنة الأكمل جميل إن الواحد يتوضى وأول شيء ينظف ما أصابه من الجنابة جميل ثم يتوضى ويخلي رجله ثم يغسر رجله في النهاية هذا يوم كانت الأراضي وسقها والرجلين يعني ينتقل في المحلان آخر جح الحمد لله كل شيء نظيف والمرزانة ولذلك يطويل العمر إن عندما نتحدث هذا نتحدث عن الناس العاديين لكن مشكلتنا مع الموسوسين الموسوس هذا مال هلا بس يدخل تحت الدش ويغسل ولا يزيد على دقيقة حتى الدقيقة واجد يجيد اغسل عمرك فوق واطلع بس لأنه مسكين والله يا شيخ بعضهم أنه يحمر جلده من الفرق يحمر جلده من الفرق ويقول ما غسلت ولاو ما نظفت فالموسوس أبدا يدخل عند الدش بس ويقول على عمره ويظهر ولا يزيد لا يزيد لا يطول على دقيقة دقيقة بتغسل كلها من العلو والأسفل جميعا موسوس